انا بصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر السمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس الوزراء لافتتاح معرض الشرق الاوسط الثاني عشر للعلوم الجيولوجية جيو 2016 الذي اقيم اليوم الثلاثة بمركز البحرين الدولي للمعارض بمشاركة 130 شركة عالمية يمثلون 20 دولة وبحضور سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة وعدد من كبار المسؤولين في المملكة والمسؤولين التنفيذيين في الشركات العالمية والاقليمية المتخصصة في مجال العلوم الجيولوجية والجيوفيزيائية وتكنولوجيا الاستكشاف والانتاج من مختلف دول العالم هذا وقد عبر سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة عن أسماءات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر على ما يليه سموه من حرص دائم على رعاية هذا المعرض منذ انطلاقته عام 1994 حتى أصبح يشكل أحد أبرز المنصات العلمية والعملية في مجال العلوم الجيولوجية في منطقة الشرق الأوسط مشيدا بدعم سموه وتوجيهاته البناء ومتابعته المستمرة لهذه الفعالية العالمية ونقل سموه تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر للمشاركين في المعرض وتمنيات سموه لهم أن يسمى المعرض في تحقيق مزيد من التطور والتحديث لصناعة النفط والغاز إضاء ما تشكله هذه الصناعات من أهمية متزايدة على صعيد الاقتصاد العالمي وأكد سموه أن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للعلوم الجيولوجية جيو يعتبر من الفعاليات المهمة التي تسلط الضوء على آخر المستجدات والتطورات في قطاع النفط والغاز فضلا عن كونه يشكل فرصة مناسبة للاطلاع على آخر التقنيات الحديثة في مجال الجيولوجيا والتنقيب والاستكشافات والمجالات الأخرى ذات الصلة بقطاع النفط والغاز وقال سموه أن مملكة البحرين قد خطت خطوات واضحة ومتقدمة في مجال صناعة النفط والغاز التي تعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومحركة أساسيا لعجلة الاقتصاد الوطني بفضل الرعاية الكريمة التي يريها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدة وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية حافظهم الله كما نوه سموه بمستوى الحضور والأقبال اللافت على المشاركة في معرض ومؤتمر جيو كحادث عالميا يعكس نتاح البحرين في استقطاب استضافة كبريات الفعاليات العالمية المهمة كنتيجة لاهتمامها المتزايد بتنمية صناعة المؤتمرات والمعارض كرافد لتنوع مصادر الدخل وتنمية إيرادات المملكة وشهد سموه بما يجسده مؤتمر ومعرض جيو من منصة عالمية مرموقة في مجال علوم التكنولوجيا منوي أن سموه بما يشهده المؤتمر والمعرض من مشاركة عالمية كبيرة من قبل التنفيذيين والمهتمين بقطاع النفط والغاز من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال التي جعلت من هذا التجمع العالمي مكانا لتبادل الآراء والخبرات على صعيد صناعة النفط والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولا اود ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة لوضع مؤتمر العلوم الجيولوجية تحت رعاية الكريمة وكذلك اتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس الوزراء والذي انتدبه صاحب السمو رئيس الوزراء لفتتاح المعرض وهذا يكون دافع للشركات ان تشارك في المستقبل هناك ثلاث عوامل لازم يكون توافق بينها لانجاح المؤسسة وانجاح قطاع النفط والغاز العنصر الاول اللي هو العنصر البشري الاستفادة من المهارات اللي موجودة من العنصر البشري العنصر الثاني واللي هو مهم جدا اللي هو عنصر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لأن اليوم بوسط التكنولوجيا الحديثة يمكن استخراج النفط من مقاما ما كان يمكن استخراج منها في السابق مثل النفط الصخري الآن في الولايات المتحدة والعنصر الثالث هو كفاءة الإدارة، إدارة العمليات كيفية التعامل مع الشركات العالمية وخلق شراكات والاستفادة من خبرات الشركات العالمية كل هذه العوامل بحثت في المؤتمر